موسيقى طيب الله وقاتكم مشاهدين بكل خير و اهلا و مرحبا بكم و نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدونون ضيفي لهذه الحلقة الدكتور ليث الطعان التدريسي في جامعة الموصل اهلا وسهلا بك انا مرحبا في البداية نرحب بك اجمل ترحيل في السوديو في هذه الحلقة و نتمنى ان يكون نقاشنا مثمر و ان نخرج بحلقة مفيدة للمجتمع و للجميع ان شاء الله نبدأ مشاهدين الكرام كما عودناكم في كل حلقاتنا باولى فقرات البرنامج وهي فقرة تدوينة الضيف في تدوينة فقرة تدوينة الضيف كتب ضيفنا قائلا رقابة شعبية يبدو ان فكرة اقامة جسر عائم بجانب الجسر العتيق لم تمر على مهندس او تخطيط المرور اختلاف الارتفاع بين الجانبين واختلاف المستوى بين الجسرين سيكون عقدة للمرور مقتربات الجسر العتيق الضيقة جدا لا يمكن ان تستوعب صب مركبات من جسرين اليها ثالثا اليس اقامة الجسر العائم اضافي عند جسر النصر افضل وان يكون الجسر العائم هو البديل للجسر الخامس او الرابع مثلا مباشرة اثناء مباشرة العمل بها فحينها هل نشد ونحل ام نبحث عن متبرع التدوين جميلة جدا حقيقة تدل على حرص كبير لعدم ضياء الاموال واهدار الاموال في اشاريع لا فائدة منها وممكن استغلالها في اماكن اخرى للتعمق بهذا الموضوع ولشرح هذا الموضوع بشكل اكبر نناقش هذه التغريدة مع ضيفنا من خلال مجموعة من الاسئلة مشاهدين دكتور ليث ما الذي تقصدونه بالقول بان فكرة اقامة جسر عائم بجانب الجسر العتيق لم تمر على مهندس او تخطيط المرور ما هي عيوب هذا المشروع شكرا جزيلا دكتور مالوان الحقيقة ذكرت التدوينة كأنه لم يور الحقيقة احنا عندما نسمع في الموصل موضوع الجسر العائم نعتقد ان هذا ليس ضالتنا ونخاف من تكرار المأساة وكارثة العبارة الجسر العائم يعني مؤقت وحقيقة ما نعرف شو راح اكتم ربطه على اليمين الى يسار واذا كان على الجهة الشرقية بمعناها راح يربط يمكن في دنق الجسر وهي طبعا اصلا الجسر يحتاج الى شهادة مصادقة ام شهادة مكتب استشاري لمتانتي وثبوتي في هذا المكان يبدو لنا ان هناك عملية ترقيع لكل عملية يحتاجة مدينة الموصل واحنا سئمنا من الترقيع اشياء ثابتة ان كان لابد ان كان لابد ليكون جاهز هذا الجسر بشكل ثابت اعتقد كان هناك فكرة سابقة الاعرم ان كانت مستمرة لا زالت الى الحال هي اقامة جسر معلق في هذا المكان ولكن هذا معناته مصاريف وحقيقة احنا لحد الان المطار يأن واهل الموصل محاجة له محتاجين الجسرين لحد الان مؤقتات والرابع والخامس اذا الجسر العائم لا يفيد المدينة شيء اخر في هذه المنطقة اللي هي منطقة الوسطية منطقة وسط المدينة هناك زحام يمكن الناس تذكروا ولعل بعض المسؤولين لم يتذكروا كيف كانت الفوضى في الميدان والبورصة والذهاب ان كان لابد من اقامة جسر فهناك انتفت الحاجة بوجود الجسر الحرية واحد للذهاب واحد لها انت ان كنت ستقيم جسر فيجب ان تستكمل كل الاحتياطات من ناحية المتانة من ناحية المقتربات من ناحية تحمله من ناحية الامنية ثانيا كم سيبقى هل هو بديل عن الثابت احنا هاي كنا نحتاج الاجابة نعم ربما جاءت هذه الفكرة ربما جاءت هذه الفكرة لكونك ذكرت ان المنطقة هذه هي مزدحمة ربما الفكرة انه تخفيف الازدحام الحاصل في الدخول والخروج الى هذه المنطقة اي العبور من جانب الايسر الى الايمن في هذه المنطقة بالذات صحيح هذا كلام صحيح احنا نحتاج الى تخفيف الزحام اكيد بالتأكيد لكن اثبتت لنا التجارب خلال الاربع سنوات الماضية بان كل ما ينشأ في الموصل هو ترقيع ومؤقت لحد الان احنا انتظر الجسر الرابع والخامس ممكن انت تستمر مع الجسر العتيق الان الحديدي بالذهب وعندك الجسر الحرية للاياب هذا حل اولي الحل الثاني ان تبعد انت الزحام عن الوسط بان تقيم الجسر بمكان ابعد من هذه المنطقة وثم بعد ذلك المركبات تدريجيا تجي البورصة من جهة كورنيش البورصة لعل الناس تتذكر الازدحام اللي كان موجود به ان تعمل جسر مرة ثانية بهذه الحالة الكثير لازم تعمل المرور انسيابية بالساديين الذهاب وإياب من الجهة الثانية عندك الخسر وجسر واحد حجري اذا لازم تقيم جسر اخر حجري ستفاجأ بمقتربات اخرى وهو المصرف العقالي هل ستزيله اعتقد يجب ان تزيله اذا كنت تتوقع زحام لان المرور يمكن سيفاجأ بزحام عالي جدا بمدينة الموصل ان شاء الله بعد عودة الاسواق في وسط المدينة نعم السؤال الذي يطرح نفسه في الشارع الموصلي من الآن اذا كان لابد من اقامة جسر ثاني نعم ليصبح الجسر العتيق ذهابا وإيابا كان ربما كان من الاجدار تكملة الجسر العتيق بالنصف ثاني من الجسر العتيق من الجسر حديدي نعم تكملة يشبه الجسر الحالي وملاصق له نعم بحيث يصبح سايد ذهاب وسايد إيابا ولكن حديدي بنفس المواصفات احسن هذا حقيقة بالهندسة يسمونه تحدي اعتقد اخواني المهندسين يعرفون هذا الشيء نعم التحدي ان تعمل شوف احنا بالموصل نحب ذكريات يعني النقد لا لا اجيك يعني بالفكرة احنا بالموصل نحب ذكرياتنا مع معالمنا جسر العتيق عزيز علينا نعم يحمل ذكريات التاريخية لكل العوائل ما كان متنفس غير ان تعبر الجسر العتيق وتذهب إلى حديقة الشعب صحيح اللي هي الآمد انتلاع فتبقى شكله جميل جدا اعادته باسرع ما يمكن كان فيه هاي الحسنة الوحيدة اللي عملوها صحيح ولا صحيح ان كان لاجب يجب ان يقيم جسر اخر على الجهة الشرقية من الجسر العتيق سمعت فكرة يعني انه يكون معلق احد المهندسين قال الجسر المعلق يمكن يكون مناسب اذا تناغم الهندسيا مع الجسر الحديدي وهذا طبعا جدا مهم يجب ان لا تغيب عن فكرة اللي يبد ثم يبدأ مع ذلك يعمل ذهاب واحد وإياب واحد ثم يبدأ بتوسيع وتغيير معالم الميدان والسايدين ومثل ما قلنا يقيم في الجهة الثانية الجسر القناطر ويصب في ساحة الحي النصر العفو بس راح يكون المصرف العقاري ولا تنسى احنا كل ما نوسع الجسرين والزد في مصب او منبع ضيق ايضا راح يوال للزحام اذا ليش ما ابعدوا شوية اكثر منطقة الرابع يسار ويمين تخلو من الجسور الخامس ايضا يسار ويمين العفو على جهة خلني نسميها الشرق الغربية منه ايضا يخلو من الجسور ان كان لازم فاذا ممكن انكون انت في محك مع تحدي هندسي نعم ومروري جميل الا يمكن بشيء من المقتربات الترفيع في احد الجانبين لحال مشكلة اختلاف الارتفاء بينهما نعم هاي طبعا قضية هندسية ممكن ان يحلوها الاخوان في تخطيط المرور وكذلك في اذا كان هناك مكتب استشاري ضروري جدا ان يكون هناك موضوع يعني مدرس بشكل دقيق ولا يكتفون فقط في الخبرات اللي موجودة في دوائر المعنية قبل سابقا كان هناك جماعة تسمى اصدقاء المرور اصدقاء المرور من فئات مختلفة حتى بيناتهم اطفال الغاية منهم كانوا دائما يستأنسون بآراء الناس ومساعدتهم وتوعية الناس ايضا في موضوع كيف انت تصل بالوعي المروري الى احسن ما يكون نعم هذه وحدة من التحديات انه يبدأ المرور يستفاد من خبرات الدول الاخرى كيف تتم انا اجيب لك فكرة واحدة وارجو انه المرور يستفاد مننا يعني لاحظت في انجلترا لا يقيم شيء في المرور في الشارع يتعدى فيها على المواطن هذا واحد اي حفريات او تغيير في المسار اول ما يقيم يقيم بديل للمواطن حتى ذوي الاحتياجات الخاصة ثلاثة لا يشعر المواطن بان هناك حركة تغيير وانما هناك انسيابية فقط شيء بسيط لكنها بالنهاية يبقى المرور انسيابية انسيابية حتى لو كان سايد حتى لو المركبة تفتر مسافات بعيدة لكنها ما تعطل السير بالزحان وهذا لازم ينظر له الاخوة في المرور ويدورون على استشارات وتجارب الاخرين ويستفادون منها ان شاء الله ان شاء الله في سياق ليس ببعيد عن مشكلة المرور وفي تغريدة اخرى لك طالبت اصحاب الامارات المتهولة على الشوارع العامة وسط المدينة يرفعوا الانقاض او يعيدوا تأهيل املاكهم ما هو الخطر الذي تمثل هذه الامارات على سلامة المواطنين واملاكهم وحياتهم نعم الحقيقة بعد معاناة الموصل من المعارك الاخيرة قبل ثلاث سنوات دخلنا بالرابعة ومشينا بيها معكم شهر ولا زالت الانقاض وبقايا العمارات وبقايا الدور تأكل في الايام وتأكل ايضا في بنائها احنا لا ننسى انه كانت العمارات والانقاض وبقاياها هناك اسس مفتوحة وهناك تآكل لا بد ان يكون هناك امطار وحفريات ما شابه احنا راح نتجاوز موضوع المنظر كأنه المنظر تعود عليه المسؤول قبل المواطن تعود ان يكون هذا المسؤول ولا يهمه ان كان هذا المنظر جميل ام لا جميل ام لا لا يهمه هذا الشيء احنا حقيقة يعز في نفسنا انه مدينتنا تكون بهذا الشكل ولا ينتبه لها مسؤول ما ضير المسؤول لو نبه صاحب العمارة بان يقيم سياجه على انقاض العمارة او يحيطها بمنع سياج بشكل او اخر سياج مبني او غيرها هناك عمارات بعضها بالتغريدة موجودة بالمنشور العمارة متأكلة بل اكثر مما متأكلة وانما اهلا للسقوط وشوف المركبات ذاهبة وعياب والمواطنين غيرين جايين بامان لان هذا هو يملك الشارع ومن حق يصير بشكل امن ولو المواطن تعرض لاي شيء في هذا الشارع اللي هو امن يجب ان يكون امن يقيم دعوة على المرور على الجهات المعنية ام على صاحب الملك صاحب الملك بعضهم اسقط في يديه حقيقة يعني لانه لازم يكون منصفين فقد ماله وفقد املاكه وفقد يمكن عوائلهم وفقد بيوتهم ما يملك انه يقيم شيء على انقاض وانه ينتظر التعويضات المتأخرة سنوات وايضا ان تكون له فرصة ويقيمها هذا جانب اكو بعض منهم لا بادر وبدأ باقامة المشأزال العمارات لكن للأسف الآن لدينا نرى مع عودة الحياة الى الجانب الايمن هناك بعض العمارات وهذا انبه عليها هناك بعض العمارات التي شبه ايلة للسخوط او فيها طوابق وتحتها بدت المحلات تفتح او بقاليات تفتح او بعض البسطات وناس غي حاجة وهذا معناته سنقع بمشكلة في يوم الايام لا سامح الله نعم شكرا جزيلا دكتور ليث على هذا التوضيح ومشاهدنا في تدمينة ثانية لضيفنا كتب دكتور ليث الطعان لموظفي الموصل ومنذ ثلاث سنوات ينتظرونهم ولا سبب مقنع بعدم صرفها الا التسويف ارعا فساد ظالم فشل اداري ام محاولة لقمطها تحت عنوان الرواتب المدخرة مدخرة ما هو السبب في تأخير الرواتب موظفي الموصل المدخرة الى حد الان الحقيقة انا اوجه هذا السؤال من حضرتك الى من تعنيه من يعنيه الامر هذا موضوع تلاعب به من تلاعب حقيقة ما نعرف منه يكون صادقين ما نعرف منه هل هو الاداريا هذا الموضوع من اذا كان المبلغ من الرواتب هو اصلا مصروف وحويل الى المؤسسات ذات الحلاقة نعم بل سمعنا اكثر من هذا وتداولت الاعلام كتب رسمية صادرة من الجهات انه تم تحويل المبالغ الى المؤسسات او الى الجهات او الى المصارف اذا ما الذي يمنع مرورها قالوا بالبداية ما يسمى بالتصاريح الامنية وما شابه اوكي الان الموظف نفسه يستلم رواتبه نتيجة لسلامة موقفه يستلم رواتبه خلال سنوات الان من سبعة وثمانطعش وخمسطعش قبله واكثر ستة عشر كثير موظفين ما مستلمين المدخر لا يوجد اي مبرر عدم صرفه الا اذا كانت اختفت بين دوائر مجهولة وينتظرون تسويف هذا تسويف نعتبره وهضم لحقوق المواطن هذا هضم لحقوق المواطن والموظف ان كان اسيرا في الدولة فانه يطالب بحقه الان هناك حقد ارجو العفو نعم هناك حقد بين الموظف وبين الدولة الموظف يداوم وظيفته والدولة تصرف راتبه الان هذا اخلال الموظف سالم موقفه ودخل دائرته بشكل سليم ويؤدي واجبه ولكن الدولة تأخرت في صرف راتبه ان كانت التأخير بسبب اداري الالعيها تعالجه ولو يعني هناك اخبار وانباع عن انه هناك توجيه بجمع الاسماء وربما يعني ولا نعرف متى تصرف واي هيد تصرف هم ما نعرف لانه هناك دائما اشاعات بهذا الموضوع وعلى الحكومة والجهات المعنية ان تقطع دابر الشاعة وتبادل بصرفها للموظفين من هم المسؤولون عن ذلك حسب رأيكم والله كل الدوائر المتعلقة بهذا واللي مر من خلال هذا الموضوع ما هي الانعكاسات السلبية لذلك على حياة الموصلين وظروفهم الاقتصادية والمعيشية نعم والله ان كان يخفع اعتقد هذا الموضوع ما يخفع عن احد الموظف له راتبه وثن ما ذكرتولك هناك عقد بين الحكومة وبين الموظف بين الدولة الموظف انه هو يشتغل ويعمل ويداوم وعليه ينستلم راتبه الحكومة قالت الراتب ما لكم هذا اللي انتم نصعب نتوصيه لكم في السنوات السابقة مدخر لدينا عندما ينتهي الامر بشكل سليم وموقفكم سليم تستلمون المدخرة ثلاث سنوات دخلنا بالرابعة والمدخر والمواطن متأذي متأثر الكثير منهم ينتظر المدخرة حتى يعمر بيته او يرجع دكانه او يعالج نفسه او 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 وهذه كلتها مسؤولة عن الدوائر والجهاد ذات العلاقة بتأخير المدخر بماذا تطالبون الحكومة في هذا الاطار سرعة صرف المدخرة خلال هذا الشهر والشهر القادم لانه احنا اذا نضل مشي شهر وراء شهر مثل ما مضت السنوات السابقة احتمال ايضا للناس طبعا لا توصلون الانسان الموظف البسيط الى الياس هذه رسالة لا تخلوا الى الياس اللي عنده ذا يصبح حاقت وحاق وبعدين لعله يتهاون بيذاء واجبه ونحن نخاف من هذا الموضوع يجب ان نجعله دائما في امان هذا واحد من الفرص شعوره بالامان انه راتبه ورمزر رزقه يستمر بشكل جيد نعم او بشكل مستمر وآمن جميل جدا ربما سيصطدم المواطن ربما يسمع بانه ستصرف وعن قريب وكذا ويصطدم بانه الايام تجر ايام كما جرت السنوات السابقة السنوات السابقة جرت يعني جرت سنة تجر سنة تتبع سنة الى ان وصل الحال بما هو بما نحن عليه الآن نعم في حال تسويف الموضوع بشكل اكثر ومدة اطول ماذا يملك المواطن ان يفعل تجاه هذا التسويف والله انا يعني اتوقع تبدأ بعمليات نوعين من العمليات واحدة يرفع دعوة نعم اتولاها محامي ولا يعني ما اريد بحقيقة اوجه عتب على بعض المحامين الذي اتصلوا كما قيل لي من بعض الاخوان الموظفين ذوي المدخر انه حاول يتصلون ببعض المحامين ليقام الدعوة ولكن المحامين طالبوهم بنسب عالية غير معقولة يعني يعني شيء غير معقول نعم دعني اقول مضحك هو فقد راتب ويريد منه يعني شيء غير معقول فليش يا حكومة تتركين المواطن في مهب ومن ايد لئيد بينما هو عاقد معاكم عقد بان يجب ان تصرف وصرحوا اكثر من مرة هناك مدخرة موجودة يعني الآن عليها ان تصرف ها يعني هم الحكومة شرعوا نعم شرعوا صرحت بان الاموال موجودة موجودة نعم سابقة على لسان والله اكثر من كتب كانت تجي صرفت حويلت يعني احنا كنا نسمع بالإعلام وبعض الكتب يتداول هذا التواصل الاجتماعي انه هذا كتاب صرفت بفلام مؤسسة صرفت بفلام مؤسسة لم يبقى هذا موضوع بدأت تداول بحيث كأنه تسويب شكرا جزيلا شكرا دكتور ليث على كل هذا الشرح المغني مشاهدين الكرام ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي فقرة تغريدة مسؤول لكن بعد الفاصل عدنا وياكم مشاهدين بعد الفاصل في فقرة تغريدة مسؤول في فقرة تغريدة مسؤول لهذا اليوم مسؤولنا رئيس اتلاف الوطنية دكتور اياد علاوي دكتور اياد علق قائلا في تغريدته ملكة بريطانيا كرمت اربعة متفوقين عراقيين ابدعوا في خدمة الانسانية بانجازات متميزة في الوقت الذي تسببت فيه المحاصص المدعومة سياسيا وغياب العدالة وفوضى السلاح المفلت بهجرة الكفاءات والطاقات العراقية الى الخارج ليخسر البلد جهود ابنائه في عز حاجته لهم تدوينة جميلة حقيقة اذا ما ناقشنا مع ضيفنا لهذا اليوم دكتور ليث هذه التدوينة من خلال مجموعة من الاسئلة نقول ما هو السبب او كيف تسببت المحاصصة وغياب العدالة في هجرة الكفاءات نعم الحقيقة نحن نشعر بفخر أن يكرم علماء عراقيين في بلدان تقدر هذا الشيء ولكن في نفس الوقت في الحزن نشعر بالحزن أو بالأسى لأنه كرموا في غير بلدهم وإن كانت خبراتهم صبت في الإنسانية ولعلها هذه الخبرات تصل في يوم الليام إلى بلدنا لكن الحقيقة أن الكفاءات يعز عليها أن تغادر بلادها في أغلب الأحيان تجبر على ذلك والسبب أنه قد تجبر بسبب نغصى أنه لم تجد فرصة والفرصة مرات تشوف أنه تهمل وتعطى لشخص غير مناسب للمكان الغير مناسب هناك كفاءات لعلها واجهت تضييق في عملها وفي مسؤولياتها فشعرت بأنه الأفضل لها أن تغادر إما تغادر المكان أو يغادر البلد وهذا طبعا حقيقة خسارة للبلاد صحيح الأمثلة على ذلك كثيرة نحن إذا كنا نجي نشع سبب لمغادرتها فنشوف أنه آخر الأشهر سنة الماضية مثلا هناك كثير من الحالات اعتداء على الكادر الصحي هاي الأطباء احنا يا دوب نتعب عليهم بالبلاد وكلياتنا والدولة والحكومة تصرف عليها الطبيب والكادر الصحي حتى يتخرجون وحتى يكون مؤهلا وهو أهلا لذلك وإذا اسمحوا لي أقول يعني برعونة يعتدى عليه من لا شيء لا مبرر له سواء المريض توفى أو سواء ما موجود حالة معينة هذا لا يعني أنه طبعا هذا يعز على نفسه يشوف نفسه في بلده في واجبه وبيعمله ويعتدى عليه عدم الانضباط في وترك السلاح بشكل آخر بشكل يعتدى على الكفاءات بعض الكفاءات في ليس فقط الجانب الصحي في جامعات يعتدى عليها في المدارس في دوائر الهندسية المهندسين هذه الكفاءة إن لم تلقى الاحترام بل التودد في أن تبذل خبرتها في بليادها طبعا يغادر عمله ويغادر بلده نحن الخسرانين وليس هنا ليس فقط الأربعة الذين شخصيا الملكة هي التي منحتهم ولكن أيضا هناك كفاءات ببلدان كثيرة في السويت في كندا في أوروبا في ألمانيا نعم آلاف الأطباء وقسم منهم مئات الأطباء العراقيين يديرون مستشفيات في أوروبا وأمريكا فلا نتوقع أنه الطبيب يشوف رعاية من غير مكان وعدم الرعاية في بلده أن يبقى مستقر وآمن في مكانه كيف استطاع العراقيون في الخارج تحقيق هذه النجاحات في مختلف المجالات نعم أول ما يبحث عنه ذو الخبرة وذو الكفاءة هو الأمان الأمان صح لا أقصد أمان في بلده وإنما يشعر بأنه عمله مؤمن نعم وارده مؤمن أي واحد أثنين يعطى الفر فرصة لأن يعطي ما عنده وهذه مهمة جدا يهيأ له أنت أشتريت نعم طيك أجهزة معدات حقل مصنع مختبر أنت حر في العمل فيه عيش كريم طبعا بالبداية سيكون أكيد لكن للأسف خبراتنا بدل أن تصب في بلادنا صب في بلاد الآخرين الذين يقدرونها قبل سنوات قبل حوالي عشرين سنة فاز أحد المهندسين بمسابقة تبليط خلطة تبليط شارع في كندا قدمها في بلاده ولم تلقى آذان صارية قبل حوالي عشرين خمسة وعشرين سنة هذا الكلام ليس لأنه وإنما صدفة شاف أنه الموظف الذي اتقى منه الأمر ما عار له انتباه هناك كفاءات أيضا تبحث عن فرصة أن تبدع نعم وعندما شافت هناك ولو ابتسامة ولو تقدير أنا أقصد هذا عذرا للمنطق الكلمات التي خرجتها نعم هذه متداولة في دول الأوروبية نعم هذه يفرح بها كثير يشعر بأنه قدم شيء يشعر هناك من يقدره فهذا اللي نحن نطلبه من دوائر ومؤسسات أن ترعى الكفاءات بل أكثر من هذا تنطيها الفرصة وثبت وليس مرة ولا مرتين ولأكثر من مرة حتى نصل إلى إن شاء الله نهضة محلية في العراق هل الدولة قادرة على الاستثمار في هذه الكفاءات نعم تقدر بل أكثر من هذا هي قادرة الآن وعي وقت في إحدى المناسبات سابقا نعم وزير أجيب لك مثال حتى منطق الوزير الشيء نتكلمه هو مسؤول وزير أمامه من الكفاءات ما يقرب من يعني حقيقة أعتقد كان في وقت 251 إلى 300 كفاءة أستاذ على مهندس على الطبيب على ما شابه قال لهم أخوان أنا أريد منكم تقدمونا مشاريع ومقترحات ليس أنتم فقط وكل ما موجود في الجامعات والدوائر الحكومية ومستشفيات الموجودة نعم إذا أخذنا من هذه الألف خمسة ثلاثة منها فهذا البلد إحنا ممنونين منكم يتكلم باسم الدولة باسم الحكومة هذا أي وزير في وقته كان وزير التعليم العالي نعم في أو صناعة والله ما أذكر الصناعة لو التعليم العالي أنا ما أذكر أنا كنت حاضر الاجتماع كل الموجودين مجرد هذا الكلام شوف هذا الكلام وأيضا قال جميع المصانع وجيع المختبرات اللي تحتاجوها مهيّة لكم اكتبونا ونحن نزودكم بما تحتاجوا ماديا ومواد عندما تلقى دعم من الحكومة بهذا الشكل تبادر قدمت آلاف ليس ألف آلاف وليس مئات المقترحات والمشاريع وشوفنا منها إنجازات وكانت تفيد بل بالعكس شعر الكفاءات والخبرات بأنهم في بلدهم هناك رعاية وهذا اللي نطلب الآن الحكومة أن تفتح للجامعات والمختبرات الآن نختار نفتقر إلى المؤسسات نفتقر إلى الأجهزة والمعدات المختبرية والمصانع طبعا أيضا مقفلة وهي مجال العمل اللي يمكن أن يبدع بالمواطن الكفاءات جميل جدا شكرا لكل هذا توضيح دكتور ليث مشاهدين كرام فقرتنا انتهت نذهب إلى فقرة أخرى وهي فقرة ترند العراق ولكن بعد الفاصل انتظرونا عدنا وياكم مشاهدين لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم مدونون وصلنا إلى فقرة ترند العراق في فقرة ترند العراق كتبنا مئة عام بالتمام والكمال تمر على تأسيس الجيش العراقي فبعد الاحتلال البريطاني للعراق ودخولهم العاصمة بغداد تقرر تأسيس حكومة عراقية وجاء ذلك القرار بعد ضغط كبير من الشعب وهو ما تم في السادس من كانون الثاني عام 1921 والتي سعد بدورها لتأسيس جيش عراقي وطني فتم ذلك بقيادة وزير الدفاع نذاب جعفر العسكري في وزارة عبد الرحمن النقيب حدث يعتز به العراقيون اليوم حيث تصدر هاشتاغ عيد الجيش العراقي قائمة الترند العراقي ومن هذه التغريدات التي أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجد فاطمة كتبت مئة عام من الشجاعة والبسالة والتضحيات والوفاء كل عام وأبطالنا حراس الوطن بألف خير رحم الله الشهداء ليوي بن ثمينة كتب كل ثروات العراق تحت الأرض النفط والغاز والرجال الأوفياء جميلة هذه التغريد حقيقة أحمد علي كتب سلاما لرجال قهر الموت سلاما لتلك النفوس الأبي دمتم حماة لهذا الوطن العظيم الفاروق الصالح كتب قائلا سور الوطن وحامل حما ورفعة الرأس اليوم صار عمره مئة سنة مئة سنة من المضال والعطاء والدمار والإيثار كل عام وأنتم بخير كل عام وأنت للشعب أقرب كل عام وأنت للسلطة وفسادها أبعد يا سور ما رح نرجع إحنا بخير إلا وإنت صرت بخير نسمى كتبت قائلة كانت سمينا عجاف شكرا لأنكم استخرجتم أخضرها لنا فنحن ما زلنا نتنفس ونخوض غمار الحياة بفضلكم كل عام وأنتم خيرنا عليم كتب قائلا الشيء الوحيد اللي ممكن تفتخر بي والدافع عن وعن سمعته وعن أصالته مثل ما دافع عنه عن هذا البلد بعيدا عن المسميات والأديان والطوائف والمذاهب هو الجيش العراقي كل عام والجيش العراقي قوي كما عرفناه في السابق كل عام والجيش العراقي فخر وسور لهذا الوطن حسين ضياء كتب قائلا أيضا مئة عام من الوقوف مع الشعب العراقي في المحن والدفاع عنه أيام الشدائد والحروب مئة عام ونحن آمنين بفضلكم مئة عام من العطاء والشهداء في سبيل الوطن لا غير حقيقة مشاهدين هاشتاغات وتغريدات جميلة جدا ومعبرة في ذكرى عيد الجيش العراقي في الذكرى المئة لتأسيس هذا الجيش البطني لنناقش هذه التغريدات مع ضيفنا دكتور ليث من خلال مجموعة من الأسئلة كيف تتقبل كعراقي هذا العيد وما الذي تشعر به شكرا جزيلا حقيقة أنا أيضا بأستغل هذه الذكرى المئوية للجيش الباسل الجيش العراق الذي رفع راية البسالة في كل ميادين الاتخاذ وكان رمز للشجاعة والانضباط والمهنية في سنواته المئة في كل حروبه كان مثال للجيش الشجاع قادة ومراتب وضباط وجنود الحقيقة أنا أفتخر ليس فقط في جيش العراق جيشنا وإنما أفتخر عندما أسمع حتى أخواننا العرب في بلدان العربية الأخرى عندما يتفاخرون بالجيش العراق ويذكرون مآثره وما أثره موجودة ليس فقط في فلسطين وسوريا والأردن والعراق ومصر وإنما موجودة أيضا بصداها موجود في الخليج وفي المغرب العربي نحن في الموصل نحب العسكرية ونحب الجيش العراقي بشكل صحيح ومحن تعلمنا من كنا صغار أجيال يعني مئة سنة ليس قليلة أنه أنت تحب جيشك وتشعر بأنه ذو مكانة محترمة وعالية وتشعر بأنه من هو صغير الطفل يتمنى أن يكون ضابطا ويكون يكون في سلك الجيش ونشعر بأن الجيش العراقي كان حقيقة سورا للوطن كما ترفع له دائما هذه الشعار جميل جدا هل تعتبرون أن الجيش يؤمن وحدة وتماسك البلاد وكيف؟ الحقيقة هو نعم يجب أن يكون مؤمنا لوحدة إن كان مهنيا عقائديا مستقلا بعيدا عن المغامرات هذا طبعا كل شموع ويجب أن يعي الجيش بأنه أولا حامي للشعب والوطن كيف تقيمون واقع الجيش اليوم؟ أشعر بأن الحكومة بدأت تعي أهمية أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة بل يجب أن تمنع السياسة فيه وأنا أدعو الحكومة أن تمنع السياسة فيه بل أكثر من هذا يجب أن تبني إعادة بناءه بكفاءة كما كان جعفر العسكري في بدايته وجميع اللباط الذين كانوا على أكتافهم بناء الجيش بشكل مهني مستقلا وحياديا برأيكم هل يحظى الجيش اليوم بأولوية لدى الحكومات المتعاقبة؟ المتعاقبة أعتقد في بداية كان ليس لديه دور أعتقد هو بسبب أن الجيش كان في وقته يعني بعد الأمور متكاملة كصنوف وكيعني يعني في 17 سنة الفاتد كان صفر دعم الحكومات للجيش لا يعني ما قصد صفر يعني هو كان أكو جيش لكنه غير متكامل كدعم صفر كان يعني لم يقدر الجيش ولم يعطى أهميته في خلال 17 سنة الماضية نحن نقول الحمد لله الآن حست الحكومة بأن هناك ركيزة ركيزة ركن أساسي بقيام الدولة الجيش صحيح هناك أرض وشعب لكن أنت تريد لك لهذا الجيش وهذا الشعب سور حماية غطاء هذا الجيش إن حست بهذا الشيء ولمست بأن أهميته تكمن في هذا الجيش إذن لا لا تفكر الحكومة بأنه وحمايتها نعم تفكر لحماية الوطن ما الذي على الحكومة فعله من أجل ضمان قوة الجيش وحياديته عن العمل السياسي؟ أن تبعده عن السياسة منعا باتا نعم أن يبقى في ميدانه المهني أن يحمل راية حماية الوطن والشعب وهذا يتوجب أن قادة الجيش يجب أن لا يكونوا سياسيين ما أنا ذكرت في البداية قد يعني يجب أن تمنع السياسة بالجيش يعني يجب أن لا يكونوا سياسيين نعم يجب أن لا يكونوا سياسيين كان من الأغلاط السابقة والأخطاء السابقة يجب أن تكون الآن جيش مهني وعقائبي بشكل صحيح نعم في مدينة الموصل ذكرت في البداية أن أهل الموصل بشكل عام فلن يحبون الجيش ودائما كانوا سباقين لدورات الضبار بنية الجيش في بداياتي على نسبة كبيرة من ضباط الموصل نعم ونحن بالموصل العفو يعني ما قطع كلامك نعم نحن نزامت في جيشنا ذي ما يقول المثل الشعبي نحن نزامت في الجيش نفتخر به نعم 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 وليا بالعكس كل ضابط كان في الجيش العديد يفتخر بنفسه بأنه منتمي لهذا الجيش العظيم نعم شكرا جزيلا دكتور ليث حضورك اليوم في هذا السوديو في هذه الحلقة كان حضورك بهيا ومؤثرا في برنامجنا اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أيضا لمن تابعنا في هذه الحلقة ومشاهدين الكرام فقرتنا انتهت نذهب إلى فقرة أخرى وهي فقرة ثقف نفسك ولكن بعد الفاصل عدنا وياكم مشاهدينا بعد الفاصل في فقرة ثقف نفسك في هذه الفقرة اليوم العالم العربي الأندلسي عباس بن فرناس اخترع صناعة الزجاج من الحجارة والساعة الرملية وصنع أول قلم حبر في التاريخ وصنع نظارات طبية لكن الناس لا يذكرون إلا محاولة للطيران التي فشلت أبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاكرني هو عالم مخترع موسوعي مسلم أندلسي ولد في رندب إسبانيا في زمن الدولة الأموية في الأندلس عام ثمانمائة وعشر للميلاد اشتهر في التاريخ بمحاولة الطيران إلا أن ابن فرناس كان شخصية موسوعية علمية أيضا يعود وصل بن فرناس إلى أسرة أمازيغية من موالي بن أمية ثم نشأ في قرطبة ودرس بها وبرع في الفلسفة والكيمياء والفلك وعاصر الأمراء على غرار الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمن وحفيده محمد وكان مقربا منهم للغاية حتى أن عبد الرحمن بن الحكم اتخذه معلما له لعلم الفلك وكانوا يطلقون عليه اللقب حكيم الأندلس كما كان شاعرا كبيرا استطاع فك كتاب العروض للفراهيلي إضافة إلى براعته في فن الموسيقى وضرب العود وقذ عصيته باختراعاته التي سبقت عصره حيث صمم ابن فرناس ساعة مائية عرفت باسم الميقاتة وتوصل إلى طريقة لتصنيع الزجاج الشفاف من الحجارة كما صنع نظارات طبية إضافة إلى ذات الحلق التي تتكون من سلسلة من الحلقات تمثل محاكاة لحركة الكواكب والنجوم وطور طريقة لتقطيع أحجار المرو في الأندلس عوضا عن إرسالها إلى مصر لتقطيعها وفي مجال الكتابة صنع ابن فرناس أول قلم حبر في التاريخ حيث صنع استوانة متصلة بحاوية صغيرة يتدفق عبرها الحبر إلى نهاية الاستوانة المتصلة بحافة مدببة للكتابة بنى ابن فرناس في منزله غرفة كنموذج يحاكي السماء يرى فيها الزائر النجوم والسحاب والصواعق والبرق التي كان يصنعها من خلال تقنيات يديرها من معمله أسفل منزله كما ابتكر بعض أنواع رقاص الإيقاع أما أعظم إنجازاته فهي استخدامه جناحين في محاولة منه للطيران بالقرب من قصر الرصافة في بغداد ليسبق بذلك محاولة ألمار ألمام سبوري للطيران بطائرة شرعية في إنجلترا بين عامي ألف وألف وعشرة ميلادية توفي عباس بن فرناس عام ثمانمائة وسبعة وثمانين للميلاد وتكريما لإسمه سميت فوهة قمرية بإسمه كما وضعت مثان له أمام مطار في بغداد كتب عليه أول طيار عربي ولد في الأندلس وأصدرت ليبيا طابعا بريديا بإسمه وأطلق اسمه على فندق مطار طرابلس وسمي مطار آخر شمال بغداد بإسمه عباس بن فرناس وفي الرابع عشر من يناير عام 2011 افتتح جسر عباس بن فرناس في قرطبة على نهر الوادي الكبير في منتصفه تمثال لابن فرناس مثبت فيه جناحين يمتداني إلى نهاية الجسر مشاهدين الكرام فقرتنا انتهت وبهذا تكون حلقتنا من برنامجكم مدونون أيضا وصلت إلى نهايتها منتقانوا وياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة ضمن هذا البرنامج إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل في البرنامج إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر